لفترة طويلة جدا تصدر ترند على قرارات على زواج على استقالة على هواية تفاصيل اللي هو طبعا من بريطانيا ومن التفاصيل اللي صارت على بلا ألقاب طبعا الأمير هاري وميغان خارج العائلة الملكية رسميا مثل ما تعرفون أنه هو أصلا تخلى عن لقب الملك أو الأمير وبعدها ترك بريطانيا وسافر لغير الدولة واستقر ويا زوجته بالتالي هنا هم حاليا بلا ألقاب اللي هو سيفقد الدوق ألقابه العسكرية في حين ستفقد زوجته ورعايتها لأنشطة خيرية وفق بيان القصر الملكي الذي قال أن الجميع حزينون لهذا القرار قال طبعا القصر في بيان الجمعة لقد كتبت الملكة تأكيدا على أنه بالتخلي عن العمل العائلة المالكة لا يمكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة إضافة لذلك ستتم إعادة تعيينات العسكرية الفخرية والرعاية الملكية التي عقدتها الدوق والدوقة إلى الملكة قبل إعادة توزيعها بين أعضاء العائلة المالكة العاملين طبعا ويذكر أنه الأمير هاري هو جندي سابق يحمل عدة ألقاب عسكرية بالإضافة إلى تعيينات كثيرة وطبعا بعض الرعاة الآخرين أما زوجته فقد حصلت أيضا على العديد من الأدوار الفخرية بعد أن تزوجت به في حفل خيالي في عام 2018 طبعا هم فقدوا حتى الألقاب العسكرية والأعمال الخيرية بالتالي هم بتعدوا عن الحياة الملكية ابتعاد كامل مثل ما شفناه هذا الموضوع يعني اليوم ممكن هم حابين يعيشون في حياة معينة فبالتالي بتعدوا عن هذه الجزئية من الحياة